بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبة طلاب الصق الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا طلابي وطالباتي إلى موضوع درسنا اليوم إثراءات أربعة أهداف درس اليوم نقول أن يميز الطالب الاسم المعرفة من اسم النكرة أن يفرق الطالب بين أنواع المعارف أن يميز الطالب بين الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وماذا والضمائم إذن قلنا أن مكونات وحدتي الثالثة عدة مكونات فبدأنا في مدخل الوحدة ثم انتقلنا إلى نص الاستماع ثم انتقلنا إلى نص الفهم القراءة ثم ظاهر الإملائية وبدأنا في مراجعة ماذا أو استرجاع الوظيفة النحوية فدرسي الثالث من ماذا من الوظيفة النحوية نقول أنواع المعارف أقرأ الكلمات الآتية إذن حاولوا قراءة طلاب وطالبات الكلمات الآتية ثم نبدأ أنا وأنتم في تحليل الكلمات معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نكرة أما الكلمات الملونة باللون الأخضر علي الرشيد بغداد النخلة دلت على شيء معين لذا سنسمى تسمى أحسنتم ممتاز معرفة إذن هنا تعرفنا على أن الاسم قد يكون معرفة أو نكرة إذن السنتج ينقسم الاسم من حيث التعريف والتنكير إلى نكرة ومعرفة النكرة النكرة اسم يدل على شيء غير معين مثل درس مدينة طاولة المعرفة اسم يدل على شيء معين مثل السعودية عمر هند وتبوك أيضا نقرأ معا هذه الكلمات ونبدأ في تحليلها سريعا في أقل من دقيقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن ماذا نلاحظ طلابي وطالباتي؟ ألاحظ الأسماء الملونة باللون الأحمر البيان الاعتدال الذوق في أولها ماذا؟ لذا تسمى المعرفة بأن الأسماء الملونة باللون الأخضر أبهى، مصر، دجلة دلت على اسم لشيء محدد لذا تسمى العلم إذن هنا تعرفنا على النوعين أولا معرف بأل، ثم ماذا العلم؟ إذن نستنتج المعرفة أنواع منها المعرف بأل، وهو الإسم الذي أوله التعريف، مثل المدرسة الحياة، العلم وهو اسم سمي به إنسان أو حيوان أو مكان أو أي شيء آخر، ليميزه عن باقي أفراد جنسه، مثل محمد حيوان، حائل وزمزم إذن هنا تعرفنا على الماذا المعرف بأل والعلم أعرفوا النكرات الآتية بأل ثم أدخل كل كلمة في جملة مفيدة إذن لدينا هنا نكرة كيف ستكون هذه الكلمة معرفة؟ أحسنتم بدخول أل عليها عمل أحسنتم ممتاز العمل فنقول أحسنتم جملة تنهض الأمم بالعلم والعمل أمانة إذن هنا نكرة بعد إضافة أل ستكون بعرفة الأمانة جملة قد تكون من صفات المسلم الأمانة تعاون هنا نكرة بعد إضافة أل حسنتم التعاون فجملة قد تكون التعاون قوة إذن هنا كانت الكلمات نكرة بعد إضافة أل أصبحت معرفة بماذا؟ بأل أذكر علما لكل مما يأتي إذن نذكر الآن بئر في مسجد الحرار فنقول أحسنتم ممتاز زمزم دولة خليجية أحسنتم ممتاز قد نقول السعودية شهر يصوم فيه الناس ممتاز نقول رمضان عاصمة المملكة العربية السعودية فنقول الرياض قبلة المسلمين سنتم نقول الكعبة أول الخلفاء الراشدين ممتاز نقول أبو بكر الصديق رضي الله فعلا أحول الإسم النكرة إلى معرف بأل إذن لدينا نكرة سنقوم بتحويلها إلى معرف بأل اشتريت قصة قصيرة وقلنا هنا النكرة نلاحظ أنها التنوين بعد إضافة هل تجتمع أل مع التنوين أحسنتم ممتاز إذن قلنا لا تجتمع التنوين مع اشتريت القصة القصيرة تدربت في مركز قريب تدربت في المركز القريب زارنا ضيف عزيز حسنتم قم بإضافة زارنا الضيف ماذا العزيز إذن هنا قمنا بتحويل النكرات بعد إضافة ماذا المال أضع علما مناسبا مكانا نقطي فيما يأتي إذن نبدأ في ذكر ماذا الأعلام المناسبة فراء من الصحابة المكترين من رواية الحديث حسنتم ممتاز نقول أبو هريرة رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة حسنتم ممتاز عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاصمة العراق ممتاز بغداد هو الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممتاز القرآن الكريم طبيب سعودي برع في فصل التوائم حسنتم ممتاز قلنا من عبد الله ماذا الربيع إذن ذكرنا هنا الأعلام المناسبة أكمل الخريطة المعرفية الآتية سريعا حاولوا ماذا إكمال الخريطة المعرفية قلنا الإسم سيكون إما نكرة أو ماذا سريعا في دقيقة واحدة ثم أستعرض معكم الإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن نبدأ في إكمال الخريطة المعرفية قلنا الإسم من حيث التعريف والتنكر لدينا أحسنتم ممتاز النكرة وقلنا إسم يدل على شيء غير معين مثل ماذا مدينة طاولة أما النوع الثاني أحسنتم ممتاز المعرفة وتعرفنا على سنتم ممتاز معرف بأل وقلنا مثل الكتاب البيت وسنتم العلم وقلنا هو إسم سمي به إنسان أو حيوان أو مكان أو أي شيء آخر لماذا يميزه عن باقي أفراد جنسة إذن هنا تعرفنا على أنواع أو تقسيم الإسم من حيث التنكير والتعريف ثانيا الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمار إذن نبدأ في التعرف عليها هنا هادا هذه هادان هاتان هؤلاء نبدأ في اختيار الإجابات الصحيحة الكلمات السابقة أسماء أفعال حروف حسنتم ممتاز نقول أنها أسماء الكلمات السابقة هل هي معارف أم نكرات؟ ممتاز نقول أنها من المعارف الكلمات السابقة تستخدم للإشارة إلى شيء معين لوصن الكلمة بما بعدها أحسنتم هذا هذه للإشارة إلى شيء معين إذن نبدأ معا في جمع الإجابات فنقول أحسنتم ممتاز أسماء الإشارة وهي أسماء معارف يشار بها إلى شيء معين إذن تعرفنا على ماذا على أسماء الإشارة أيضا هذه الكلمات السابقة نقول أنها أسماء أم أفعال أم حروف؟ أحسنتم ممتاز نلاحظ أنها أسماء معارف أم نكرات؟ ممتاز نقول أنها معارف الكلمات السابقة يتم معناها بمفردها؟ أو لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها؟ ما رأيكم؟ أحسنتم ممتاز نقول لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها إذن نبدأ معا في جمع الإجابات هنا فنقول أحسنتم ممتاز أسماء الموصولة؟ أسماء معارف لا يتم معناها إلا بجملة تأتي بعدها أيضا ننتقل أنا وأنتم إلى ماذا؟ إلى الضمائر ونتعرف على كل نوع من أنواع فلاحظوا معي أنا نحن نقول هنا ضمير ماذا؟ أحسنتم ممتاز لدينا ضمير المتكلم أنت أنت أنتما إذن هنا ضمير ماذا؟ عندما نقول أنت أنت أحسنتم ممتاز نقول هنا ضمير ماذا؟ المخاطب هو هي هما هم إذن هو هي أحسنتم ممتاز هنا الضمير ماذا؟ للغائب إن ضمير ماذا؟ الغائب فنستنتج معا الضمائر أسماء معارف يكنى بها عن متكلم أو غائب أو مخاطب أيضا نستنتج أسماء الإشارة أسماء معارف يشار بها إلى شيء معين الأسماء الموصولة أسماء معارف لا يتم معناها إلا بجملة تأتي ماذا؟ بعدها إذن نبدأ معا في ماذا؟ في حل التمارين عن ما تعرفنا عليه أشير إلى كل صورة في الججول الآتي باستخدام ماذا؟ اسم الإشارة المناسب إذن لدينا قلم أريد أن أستخدم اسم الإشارة أقول هذا قلم الصورة التي تليها هنا؟ أحسنتم ممتاز لدينا صورة ماذا؟ الوردة فأقول هذه ماذا؟ هذه وردة أيضا أحسنتم ممتاز لدينا كتابان فأقول هذا كتابان أيضا لدينا صورة الأطفال هنا نشير أحسنتم ممتاز نقول هؤلاء أطفال والصورة التي تليها لدينا قطتان؟ سنتم نقول هاتان ماذا؟ قطتان إذن هنا استخدمنا ماذا؟ اسم الإشارة المناسب أنت تعمل بجد إذن سنبدأ في ماذا؟ نخاطب بالعبارة ماذا؟ السابقة إذا أردت مخاطبة مفرد ومؤنث فأقول أحسنتم ممتاز أنت تعملين بجد المثنى ويقول للمذكر أنتما تعملان بجد ممتاز أكتب الضمير المناسب في الفراغات الآتي إذن نريد أن نستخدم الضمير المناسب فلاحظوا معي هنا عندما يتحدث العامل عن نفسه ماذا سيقول؟ أنا أحب العمل وعندما يتحدث العمال عن أنفسهم أحسنتم ممتاز نحن نحب العمل وعندما تتحدث عن غائب سنقول أحسنتم ممتاز هو يحب العمل وعندما نتحدث عن غائبة أحسنتم ممتاز نقول هي ماذا تحب العمل أكمل بالاسم الموصول المناسب هنا معي إذن نريد أن نكمل بماذا بالاسم الموصول المناسب العاملات في القرية هن ماذا؟ أحسنتم ممتاز هن التي غزلنا الصوفة فازت الطالبتان أحسنتم ممتاز ألتان اجتهدتا إذن ننتقل طلابي وطالباتي إلى ماذا تعلمنا معا فنقول أحسنتم ممتاز أننا ميزنا بين الاسم المعرفة وماذا واسم النكر أيضا فرقنا بين أنواع ماذا المعارف وميزنا بين الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وماذا والضمار طلابي وطالباتي نقف أنا وأنتم عند هذه النقطة أشكركم جزيلة شكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم في حصة مقبلة بإذن الله شكرا